صحيح وفي نوع كبير من توافق الرؤى لو احنا هنتكلم عن الملفات ملف يمكن من اهم الملفات اللي كان فيها نوع كبير من توافق الرؤى هو كم ملف الهجرة غير الشرعية وكم البرامج المتبدلة اللي تعملت ما بين مصر والمانيا لمسألة تثخيف الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية ومصر كان لها دور كبير جدا في مسألة الهجرة غير الشرعية واوروبا يعني من القارات اللي بتعاني من مسألة الهجرة غير الشرعية ده مش توافق فقط في الهداف أنا رأيي فيه تشابه كمان بين مصر وألمانيا في الأدوار بمعنى لو شفت ألمانيا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا هي قلب القرى الأوروبية تربط بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب هي الاقتصاد الأكبر في أوروبا هي بتقود أوروبا هي محور التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى العسكرية في أوروبا نفس الدور اللي بتلعبه مصر في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا صحيح وممكن مصر هي الشريك الاقتصادي الأكبر يعني ألمانيا في الشرق الأوسط صحيح وهم كمان بيشوفوا مصر أنها دولة هي محور استقرار منطقة الشرق الأوسط والمستشارة ميركل كان لها يعني التعبير رائع جدا كانت بتقول الاستقرار الاستثمار في مصر هو استثمار بالاستقرار صحيح وليس الاستقرار حتى في مصر فقط ولا المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط حتى الاستقرار بالنسبة لأوروبا حضيتك كلمت عن قضية الهجرة غير الشرعية دايما يتحدثوا عن السياسة المصرية في أوروبا تحديدا في مجال الهجرة غير الشرعية بأنها سياسة تقوم في الانطلاق من الذات نحو الآخر يعني إيه الانطلاق من الذات نحو الآخر إن الدولة المصرية وهي تنظر في عمقها وهي تنظر لمصالحها الوطنية وهي تنظر لمصالح أبنائها ومواطنيها أيضا تأخذ في الحزبان مصالح الدول الأخرى عشان كده هما بيعتبروا مصر دولة صادقة في الفعل والقول عندما قالت إنها سوف تكافح الهجرة غير الشرعية في خطابها السياسي في خطابها الإعلامي التزمت بهذا الأمر في تشريعتها في مواقفها في سلوكها عشان كده منذ سبتمبر 2016 إحنا حتى كم مواطنين ما بقيناش نسمع إنه في حاجة أسمع مركب غرقت بشباب رايحين يهاجروا بقى في مبدأين توفير فرص العمل اللي تمت مسألة كمان التثقيف اللي حصلت للشباب إنه مش هأي حد يقولك إنه هيخد إرشين ويطلعك على مركب تروح إيطاليا ولا تروح دولة أوروبية حتشتغل وتجيب فلوسه يعني بقى في مسألة وعي كبيرة عند الشباب وعند الأسر بمسألة الهجرة زر الشرعي وده اللي كنت بقوله حضرتك إنه من 2016 من سبتمبر 2016 لم تسجل الأقمار الصناعية وأي جهة في العالم إنه في مركب تحمل مهاجرين غير شرعيين خرجت من السواحل المصرية تجاه ما يسمى بدول البوابات في أوروبا صحيح معروف عشان لحدهم وده الحقيقة إنه انتصار كبير للقيدة السياسية في هذا الملاب انتصار كبير وتعبير عن الدولة المصرية إنه ملتزمة بما تقوله إن دولة ملتزمة فعلا بالمبدأ اللي الدول الأوروبية تصب بيه مصر هو الخروج من الزات نحو الآخر لكن في حاجة في الأهم كمان في الموضوع ده إن في دول حتى في قضايا الهجرة غير الشرعية بتقول إحنا مستعدين نوقف الهجرة غير الشرعية بس مقابل من الدولة مساعدات أو أو مصر لم تتاجر أبدا بهذا القضية ولم تطلب مساعدات أو أو رغم أن مصر تستضيف من بين 6 إلى 7 مليون يعني إحنا بنسمهم شي ناس يعني بنسمهم ضيوب في مصر مش موجودين في مخيمات وموجودين خارج المدن ومتعوا بكل المزايا وكل الخدمات الموجودة في الدولة المصر ده رقم واحد الأمر الثاني دايما ألمانيا بترى مصر تتشابه مع ألمانيا في فكرة الحلول والأهداف هم شايفين أن أهداف مصر في الفترة الفات التحديدا منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية في النصف الثاني من 2014 أن أهدافها بعد أهداف مختلفة عن ما كانت عليه المنطقة منذ ما يسمى بالربيع العرب في 2011 من 2011 حتى 2014 كانت المنطقة فيها شيوع لمبدأ الفوضى والتخريب وشيوع لألسنة اللهب والحرائق السياسية المنتشرة في المنطقة شوفنا ده في سوريا في ليبيا في اليمن في مناطق كترة جدا هم شايفين أن مصر بتقدم مقاربة جديدة مقاربة جديدة عنوان هذه المقاربة المصرية هي تبريد الصراعات هي تهدئة التوترات هو التركيز على المشتركات بين الشعوب كل الدول والشعوب كل في مشتركات وفي خلافات والآن يا دكتور أيمان المستشارية الألمانية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وما ترأى من تغيرات تفتكحك أولوياتها تختلف مع شرق الأوسط ومصر بالعكس أنا شاف الأولوياتها تزيد يعني في بعض الناس حتى على السوشيال ميديا بتكلمون أن ألمانيا مع الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد الألمانية مثلا بتكلمون أنه ممكن ينهار بتكلمون أنه مثلا في بعض ممكن ألمانيا تفلس يعني على سبيل الكلام لكن أنا في تقدير هذا الكلام غير دقيق على الإطلاق لسبب ألمانيا يمكن قلت لحضرتك في بداية الكلام أن الناتج القومي لألمانيا ألمانيا هي الاقتصاد الخامس في العالم 85 مليون نسمة بينتجوا 3.6 من 10 تريليون دولار وده تريليون يورو ده مبلغ كبير جدا يعني دولة عملاقة لكن عندما تتعرض دولة مثل ألمانيا لمشكلة تتعلق بالغاز أو غيرها بتقدر تعيد حسابتها فيما تتعلق بموضوع الطاقة لأن معروف مثلا دولة زي ألمانيا كانت وقفت استخدام الفحم مثلا في سبيل الحفاظ على البيئة والكوكب النهاردة قالت هارجع لموضوع الفحم بس بشكل مؤقت ما كانش عند ألمانيا محطات إسالة الغاز يعني نحن عندنا محطات إسالة في إيتكو وفضميات ده ممكن يقلق نعمل أنواع التعاون في مسألة الغاز المسال والطاقة وبعد كمان منتدى غاز شرق المتوسط ما بين ألمانيا وما بين مصر ده بالفعل تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر لشراء الغاز الشرق المتوسط لأوروبا وكان عندنا هنا من حوالي شهر تقريبا أو شهر وسبوع اللي هي أورسيلا فندرلاين اللي هي الرئيسة المفاوضية الأوروبية وهي بالمناسبة ألمانية أساسا كتوزيرة الدفاع في ألمانيا قبل كلا